الموضوع الثاني في حلقة النهاردة عن موضة أخرى نحن بدأنا كلبنا عن الموضة وللأسف قلنا الموضة الوحشة كمان بتبقى خطر كتير أو خطر كبير أوي موضة أخرى لا تقل خطراً الحقيقة عن مشروبات الطاقة الخطيرة وده مسمها المصبوط وأصبح انتشار الموضة الثانية دي مصير للتوتر والقلق بسبب معدلات انتشارها الغير مسبوق في العالم كله وطبعاً في بلدنا مصر موضوعنا دلوقتي عن أضرار التدخين الإلكتروني التدخين الإلكتروني ظهر بشكله المعتاد بشكله المعتاد حالياً لأنه كان فيه محاولات سابقة دايماً ما هو الشيشة دي تدخين بس مش إلكتروني أنا بكلم عن التدخين الإلكتروني بقى لقى بطارية الليثيام والحاجات دي كلها ظهر التدخين الإلكتروني بشكله المعتاد لأول مرة في العالم عام 2004 على إيد واحد ربنا إن شاء الله مش هيسمحه اسمه صيني هو صيدلي صيني اسمه هون ليك هو بقى اللي اخترع الموضوع ده اللي هو الجهاز التبخير والنيكوتين والحاجات دي أو حتى اللي من غير نيكوتين عشان فيه ناس تقولك لا أنا بأخذ من غير نيكوتين أنواع التدخين الإلكتروني متعددة جداً جداً اللي بتستخدم مرة واحدة وتتريمي واللي بتستخدم أكتر من مرة واللي بتستخدم كشيشة واللي بتستخدم كسجارة والفليفرز أو النكهات أو الروائح المختلفة يعني أنواع كتيرة قوي احنا مش في مجال لذكرها دلوقتي لكن اللي احنا في مجال ذكره دلوقتي هو الأضرار الصحية المؤكدة لكل أنواع التدخين الإلكتروني زي ما اتفقناه أنا بقولكو الأضرار المؤكدة لكل الأنواع ما فيش حد هيستسنق ما فيش حد يقول أصلاً أنا بقى بجيب حاجة من برّة ودي مش مدق أنا بقولكو اللي من برّة هم اللي بيقولوا بقى الأضرار خلاص كده؟ خلاص؟ نبدأ بالأضرار على الجهاز التنفسي وده المنطقي لأن التدخين سواء التقليدي أو الإلكتروني هو أكبر مدمر للجهاز التنفسي اللي احنا عايشين به أصلاً يعني الأضرار المباشرة إن بيحصل التدخين الإلكتروني بيحصل الرابو الشعبي وهنا الرابو الشعبي المزمن يعني والرابو عشان تبقوا عارفين إن الشعب الهوائية بيحصل فيها عملية ضيق نتيجة التابعة بيحصل ضيق فتلاقوا إن عملية دخول وخروج الهوى يعني للتنفس دخول الأكسوجين وخروج ثاني أكسيد كاربون بتبقى عملية مرهقة ومؤلمة وغير كافية للجسم فبقى فيه مشاكل في التنفس بشكل عام السجارة الإلكترونية أو التدخين الإلكتروني عشان نبقى واضحين بيحدث نفس الأثر بشكل آخر بيحدث برضو الرابو الشعبي عند الجهاز التنفسي مش بس كده دي معلومة جديدة قوي بقى إن التدخين الإلكتروني بيعمل تآكل في نسيج الرئة تآكل في نسيج الرئة خلوا بالكم اللي أنتوا بتحطوه ده كله دي زيوت وحاجات كده عشان تبعارفين ياه تمام وبيتم تبخرها وتفرحوا أنتوا فيه ناس بتفرح بقى بالدخان والحاجات والريحة يقول لك الله دي ريحته حلوة قوي عسى أنا موصي مش عارف مين يجيبلي بريحة الإيه والريحة الإيه بيحصل تآكل في نسيج الرئة الله ما بلغت بقى بيحصل كمان حاجة اسمها ضيق التنفس الحاد وبيحصل حاجة اسمها ألم الصدر المزمن دي الأضرار المؤكدة على الجهاز التنفسي